موسيقى نشاطات عديدة وجهود كثيرة يثنى عليها تقدم من قبل شباب وشابات المجتمع المحلي ويكون معظمها منظم من قبل جمعيات خيرية أو مؤسسات تطوعية هدفها الأساسي الرقي بالمجتمع نحو الأفضل كمتطوعة أنظر للأردن والكرك بشكل عام بأنها ليست دولة نامية إنما ستكون في الأيام القادمة دولة متقدمة بجهود الشباب المتطوعين فيها بنظر لنفسي بأنه قائدة مجتمعية إن شاء الله في الأيام القادمة وذلك بالجهود اللي حققناها في المبادرات التطوعية اللي عملناها بالكرك وغيرها من المشاريع وخصوصا المشاريع اللي بتتعلق في المرأة أما بالنسبة للمؤسسات اللي بتدعم المرأة لحتى تكون متطوعة وبتدعم الشاب اللي حتى يكون متطوع فهي كثيرة جدا هو شيء أساسي ومهم في مجتمعنا ويجب أن دعمه بالصورة قوية جدا من مختلف الجهات ودعم الجامعات لتنمية مهارة الشباب في خدمة المجتمعات المحلية للوصول إلى شاب متعلم وثقف خبرات يكتسبها ومهارات ينميها المتطوع ليحذوا على خطى من كانوا قبله وأصبحوا قادة في المجتمع هدفهم الأسمى حماية المجتمع من الأفكار الخبيثة والتصرفات العنيفة خدمة المجتمع هي الرغبة والقدرة على تقديم الدعم النفسي أو المادي للوطن والمواطنين رغبة في الخدمة طبعا بالمجتمع الأردني مؤسسات عديدة ترغب في تقديم الخدمة وتقوم بذلك منها المؤسسات التعليمية كجامعة مؤتة اللي دأبت بدعم من المسؤولين فيها وبطاقات وأنشطة طلابها على التعاون مع المؤسسات التعليمية وغير التعليمية في تقديم الخدمات المختلفة اللي بيخدم مجتمعه أنه هو شخص ذو نشاط متجدد ويكون شخصا اجتماعيا يحب العمل الجماعي والتنمية المجتمعية وأيضا ذو حواف استطويرية وهو على الأكيد شخص يحب وطنه وبختم كلامي بعبارة أنه وطن لا نحميه لا نستحق العيش فيه رأيي في تطوع بشكل عام هو عبارة عن خدمة مجتمع محلي خدمة الشخص لنفسه تنمية مهارات الذاتية تنمية القدرات داخل الشخص نفسه برضو بتعزز الثقة عند الشخص بينه وبين حاله أعطي من وقتك تطوعا بما يخدم مجتمعك رسالة يحملها متطوع محافظة الكرك لأن تنمية الذات تبدأ بالتطوع وتنتهي بالنهضة المجتمعية لبرنامج من وفينا محمد المحادين